زائر مسلمي خاصة كل عام وهم بألف ألف خير إن شاء الله أعاده الله علينا أعواماً وأزمنة مديدة إن شاء الله قال لله دره أطل على الأكوان والخلق تنظروا هلال رآه المسلمون فكبروا تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر حسناً أنها تتكرروا فبشرهم بوجهه وغرته والناظرين مبشروا وأذكرهم يوماً أغر محجلوا والتاريخ والسعد المسفر يماشيه جبريل وتسعى وراءه ملائكة ترعى خطه وتحفر بيصراه كتاب من الله ساطع وبيمناه الكتاب المطهر كما ذكرت أختي الفاضلة أن الشعب الجزائري في كل مناسبة خاصة الأعياد الدينية وبالأخص العيد الأضحى كم هم فرحين مصرورين بعودة هذا اليوم المبارك وهذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى حيث قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ومعروف من طبع الجزائريين أنهم يشكرون هذه النعم قلوا تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ويتمثل هذه الفرحة وهذا الصرور كل العائلات الأسر الجزائرية حيث تفرح بأهم عمل وهو يوم عمل النحر الذي فضله الله سبحانه وتعالى في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة فضلت الشيخ ربما نحمد الله كما ذكرت على هذه النعمة نعمة قدرة زيارة الأهل والأقارب خاصة بعد سنوات ربما شهدنا جائحة كورونا منعتنا من تقارب من زيارة الأهل والأقارب أيضا نعم الحمد لله على نعمة الصحة والعافية الحمد لله على رجوع هذه النعمة العافية بعدما عان منها الشعب المسلم عامة عبر المعمورة وهو مرض المعلوم المعلوم أبعده الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة نعمة الصحة يعني لا شك في ذلك أن هذا كان سببا قاطعا لسئلة الأرحام وزيارة الأقارب مما جعل هناك صدمة نفسية في بعض نفوس المجتمع الإسلامي والحمد لله رب العالمين عادت الحياة من جديد والآن بدأ الأقارب يتزاورون ويتقاربون ويتواصلون وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي ندعو أن يديمها علينا وعلى الجزائر الحبيبة وعلى شعب الجزائر المسلم الحبيب إن شاء الله فضلت الشيخ ربما هل تظن أن وسائل تواصل الاجتماعي ومواقع تواصل الاجتماعي أثرت سلبا على وصل العائلة الجزائرية يعني أصبحت المواقع تسيطر على حياتنا ربما نلقوا أعدار عديدة نقولوا ما يكفيناش الوقت ربما نخدامين باش غير ما نروحوش لزيارة الأقارب ولكن ربما هذه المناسبات الدينية تخلينا نعود فكره من جديد بضرورة ضرورة ملحة جدا للعودة إلى السكة الصحيحة وضرورة صلة الأرحام في مثل هذه المناسبات الدينية نعم نحن لا نكر بأن مثل هذه الوسائل وسائل التواصل هي نعمة أيضا من نعم التي لمن أحسن استخدامها وبالطبع يعني للتواصل وللبحث والتفقد عن الأحباب والأصدقاء والجيران أيضا وعن الغائبين خارج الوطن لكن لا يعني هذا أنها لا تكون سبب يعني أيضا في قطع بعض الأواصل إذ أن بعض من إخواننا المجتمعات أو في المجتمع الجزائري اعتمدوا على هذه الوسيلة وقطعوا أو بل هجروا هناك من يتفقدوا إخوانا إلا بعد سنتين أو ثلاثة أو لا تجمعهم إلا مناسبة الأعراس ومناسبة مثل هذه المناسبة فنقول نحن نريد أن نرجع كما كانت الأمور المجاريها يعني السابقة والأفضل هو الملاقات النظر أو الاجتماع كما كانت تجتمع الأسرة مع بعضها ذوي الأرحام يعني الإخوان والأعمام والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال وغير ذلك من الأمور ربما فضلت الشيخ كيف يمكن أن نزرع هذه القيمة الأخلاقية من جديد في المجتمع الجزائري ولا بد أن يكون نرجع إلى هو الحلول موجودة في دين الحنيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نرجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل هو أن تصل من وصلك وأن تصل من قطعك يعني أن تصل إذا من أتاك بهدية أن تصله وإذا لم يأتك بهدية فهذا خطأ خطأ شائع بين المسلمين لابد من التواصل حتى من هجرك وقطعك فلابد أن نكسب الأجر والثواب إنما هذا نزغ ينزغه الشيطان بين الأحباب ويفرق بين الأحبة والأصحاب يعني علينا رد الإساءة ربما بالحسنة نعم أكيد الثواب والأجر والثواب والخيركم من يبدأ بالسلام حتى نرجع دائما إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحثنا وينصح المسلمين قاطبة بأن يتواصلوا أن يترابطوا ولا خير في قوم ينشقون عن بعضهم البعض وشر الأمة خلافها والبعد هذا يكون نفير من الشيطان ينزغ بين قلوب بين القلوب الأحباب فضلت شيخ وبما عيد الأطحاء المبارك يحمل العديد من المعاني الروحية المعاني للأجيال الصاعدة وللأطفال كذلك نعم هذا يعود إلى مثلا إلى مثل دروس التي تقام في البيوت وخارج البيوت في مؤسسات التربية وفي المساجد أيضا لها دور في بث روح الحب والتواصل وعدم المثول إلى أماكن أخرى مثلا منها بهذه الوسائل التي قطعت الأواصل كما أشرنا إليها سابقا لابد من تكثيف الدروس أكثر فاضلة في كل مكان في البيوت والجلوس مع الأبناء حيث نجد الآن الأب منشغل في أعماله والأم الزوجة أيضا منشغلا في أعماله وبالتالي تركوا فراغا واسعا ماذا يفعل الأبناء حيث يجد الأب مشغولا منشغلا عنه والأم منشغلتنا فرح يصير الشقاق وتوتر نفسي بين الأبناء والأولاد والبنات وغير ذلك من الأمر ربما نتكلم في هذا النقطة فضلت الشيخ عن دورة العائلة دورة المهمة التي تلعبه العائلة في نشر مثل هذه القيم القيم التعاون وحب الغير كذلك وصلة الأرحام خاصة نعم أكيد نتكلم عليها إن شاء الله بإذن الله تعالى على حسب النقاط التي ستطرح علينا إن شاء الله كما تعلمين هذه المناسبة مباركة من خلالها الأب والأم أو الزوج والزوجة يجتمعان مع جميع الأبناء ويتحاورون ويتحدثون عن هذه المناسبة وكيف الديننا يحثوا على الترابط القوي والاجتماع وعدم التفرق والتفرقة والشرذمة كما يقولون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى طريق الرشاد ونقول لا استقامة إن شاء الله ربما فضلت الشيخ كذلك عن دورة المؤسسات المسجدية كإما ربما في دور كبير تقوم به المؤسسات المسجدية عبر مختلف ولايات الوطن خاصة في هذه المناسبات الدينية نعم قبل هذا دعيني أثمن القرار الذي أخذه أو قرره السيد الرئيس الجمهورية بأخذ أو العيد بعدما كان يومان صار اليوم ثلاثة أيام وهذه بشرة للشعب الجزائري هو مشكور على ذلك وأعانه الله سبحانه وتعالى وفقه لأداء مهمته ثم أعود إلى جواب إلى سؤالكم الكريم أختي الفاضلة دور مؤسسة المسجد يلعب دورا فعالا بحيث أن مثلا نعطيه لك بعض الأمثلة يعني خاصة في العطل العطلة الصيف المتميزة أنها عطلة طويلة المدى هنا تكمن مسؤولية الآباء والأمهات إنهم يحثون أبناءهم وبناتهم إلى الرجوع إلى التعليم القرآني مثلا ومن خلال التعلم القرآني هناك دروس تقام داخل المساجد المؤسسة المسجد أما الأساتذة والمفتشين والمعتمدين كلهم يقومون بدورهم الفعال وقد لاحظنا هناك نتائج مباركة التي خرج بها المؤسسة المسجد والتقييم الأخلاقي يخرج الولد له حوصلة عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ من بعض الأخلاق الأخلاق وهو طاعة الوالدين مثلا السمع والطاعة للوالدين الاحترام التواضع رد السلام على الصغير والكبير على من مجأة في آداب السلام من آداب السلام يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والجمع القليل على الجمع الكثير وهكذا من الأخلاق التي يتعلمونها في مؤسسة المسجد ربما بالحديث عن أسس تربية الصحيحة للأطفال تكلمنا عن دور المساجد والمؤسسات المسجدية عبر الوطن نحن نتحط ربما عن دور العائلة دور الأولياء في هذا الخصوص فضلة الشيخ نعم حقيقة أنه دور الأسرة دور فعال دور فعال في هذا الجانب لأنها مسؤولية عظيمة كل رعي مسؤول عن رعيته يعني في مقامه وفي مقاله الأب مسؤولة عن رعية أبنائها الأب مسؤول عن رعية أبنائه وكذلك الأم مسؤولة عن رعية رعية ومسؤولة عن أنبناتها أيضا لكن الطرح المطروح إخوة الإيمان أخواني مشاهدين أكثر فاضلة هو أن الأسرة لا بد من اجتماع دوري في البيت يجتمعون مع الأسرة وتحقيق الأهداف الأهداف المعينة الأهداف التي ينبغي أن تطرح مثل التعليم القرآني مثل متابعة التعليم القرآني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحث على طاعة الوالد كما أشرته سابقا كل الأخلاق التي أشار إليها الدين الحنيف أو التي رغب فيها الدين الحنيف ينبغي على الأسرة المسلمة الجزائرية أن تتابعها وأن تناقشها وأن تطرحها على الأسرة إن شاء الله نعم الحديث عن هذه النقطة فضلت الشيخ ربما أهمية الحوار والنقاش داخل الأسرة الجزائرية خاصة أنه في الوضع الراهن مع ظروف مع انتشار ربما المخدرات الانتشار الكبير للأفاتة الاجتماعية ربما تكمن الأهمية القصوى للعائلة وضرورة التشاور داخل الوسط الأسري حقيقة هذا الأمر مؤسف نتأسف ولا ينفع التأسف في مثل هذا المقام أختي الفاضلة لأنه إذا عرف السبب بطول العجب هذه الآفة الخطيرة التي ظهرت في الآوينة أو بل سنوات الأخيرة في المجتمع في الشبابنا مع الأسف سبب له أسباب من ولعل السبب القول إنشقاق بالوالدين هو المشاكل التي تقع بين الزوج والزوجة ويتركون الفراغ للأولاد أين يتربون الأولاد؟ هل يتربون في الشارع؟ هل الشارع هو الذي يربي هنا في هذه اللحظة؟ لكن إذا أدرك الأب والأم حالهما وتدرك الموقف قبل فواته يعني وتأرجع ومثلا حلت العقد مشاكل وتشاور مع الأبناء والبانات وكذا أكيد هذه الأسباب هذه المخدرات وكذا رح تنقص تدريجيا وتذهب وتبعد عن المجتمع الإسلامي الجزائري النظيف الطاهر فضل الشيخ ربما نعود إلى أجواء عيد الأطحى المبارك خلال هذه الأيام المباركة الجزائرين يتميزون ربما بالتضامن والتكافل كذلك التأذر فيما بينهم ربما ما رأيك أستاذ في هذا أو فضل الشيخ في هذه الأجواء خلال ثاني أيام عيد الأطحى المبارك الحمد لله رب العالمين يعني لا شك أنه كما ذكرت سابقا أنه فرحت الجزائريين بعيد الأطحى وخاصة في هذه السنة المباركة بعدما مر علينا سنوات من المشاكل من المرض وغيرها من الأمور الآن في هذه السنة لاحظنا أنه عودة الجزائرين إلى بعضهم بعضا إن شاء الله ويتزاورون ويتصدقون على بعضهم البعض لأنه من سنة الأضحية كما تعلمين أن هذه الأضحية كما أشر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك أنها تأتي شاهدة على أهلها على مضحيها تأتي بقرونها وأضلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع بمنزل القبول قبل أن يقع على الأرض كما أشار أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام هذه جعلت الجزائريين يفرحون بها أيما فرح ومن خلالها يتزاورون ويسألون عن أحوال الأضحية وعن أحوالهم ويتفقدون بعضهم بعضا فهذه السنة كانت سنة مباركة بامتياز إن شاء الله فضل الشيخ كما تبعنا في التقارير التي بثت قبل قليل الجزائريين كل جسد الواحد ربما يقفون بجانب بعضهم البعض نتكلم عن اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك العديد من العائلات الجزائرية تقوم بتقطيع الأضحية للتصدق بها نعم هذا من يعود إلى أن الجزائريين مدركين بأهمية هذه العملية وأن هذا من دينهم الحنيف يعني اقتباسوه من دينهم الحنيف تعلموه أن النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام ما فعله الحبيب عليه الصلاة والسلام يفعله المسلم إن شاء الله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والجزائريين لا تغيبوا عنهم هذه المسألة وهم محارسين على هذا الثواب والأجر عن أخذ الثواب والأجر فإنهم في هذا اليوم الثاني من يوم عيد الأضحى الأسرة الجزائرية تتعاون في تقطيع الأضحية إلى أثلاث ثلث للهدية مثلا وثلث للأكل والشرب مع الأبناء وثلث يتصدقون به وهكذا في كل عائلة جزائرية الجيران شرقا وغربا وشمالا وجنوبا عبر كامل تراب الأرض الجزائرية نتكلم ربما عن فضل التصدق خلال عيد الأضحى المبارك نعم هذه الصدقة الأقربون أولى بالمعروف الصدقة أحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فيها بركة فيها خير فيها زيادة في العمر الصدقة تزيد في العمر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصدقات هي صدقة سر فإنها تطفئ غضب الرب عز وجل الصدقة هي التي تزيد في المحبة تزيد في المودة تزيد في الترابط بين الأقرباء بالأخص لأن الأقربون هؤلاء هم أولى بالمعروف من غيرهم فلذلك هذه الصدقة كان لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى وعند المسلمين فضلت الشيخ نتكلم عن صفة أخرى يتمييز بها الجزائر بطبعه هي صفة الإيثار يعني حتى ولو ما كانش عنده ولكن يفضل يفكر في الآخرين وربما يتصدق بما يتناسب مع إمكانياته العديد من الجمعيات الخيرية التي تتضاعف نشاطاتها خلال هذه الفترة يأكدون أن أغلب التبرعات التي يستقبلونها تأتي من دواء الدخل الضعيف يعني يفضل المساهمة في نشر الفرحة لعائلة أخرى أو لجزائر آخر ويساهم في نشر الفرحة نعم ومساعدة الغير نعم سبحان الله هذه ظاهرة عجيبة ولكن لا نتعجب شعب الجزائري أنه معروف بالكرم معروف بالكرم وأنه في مثل هذه المناسبات حتى الضعيف وهذا الحاجة منهم فإنه يؤثر نفسه إخوانه على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شحى نفسه فأولئك هم المفلحون إذن اختير فاضلة الجزائريين خاصة الطبق الضعيف معروف عنهم أنهم يتزاورون فيما بينهم يتعاونون يتآلفون بينهم وأيضا الفرحة تدوم بينهم وتتعمم لدى الجميع ربما فضلت الشيخ نتكلم ربما كيفية إصال هذه القيم لموجودة عن أبائنا وعن أجنادنا للأطفال والجيال الصاعدة الآن نعم هي هذه الطريقة توارثها أبا عن جد وهي لازالت قائمة ومن عادة الشعب الجزائري أنهم يكرمون بعضهم بعض بالأخص في مثل هذه المناسبات العظيمة هذه المناسبة التي يحبها كل من له غيور على دينه ويتمسك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نجد الشعب الجزائري ليس بعيد عن مثل هذا التعاطب هذا الحب في دينه ولذلك نجده يتعاون مع أخيه الضعيف أخيه ومع جيرانه ومع أرحامه وغيرهم فضلت الشيخ يوسف قسيمي ربما كلمة ختمية ورسالة توضيصالها للشعب الجزائري خلال هذه المناسبة الكريمة مناسبة عيد الأطحاء المبارك نعم الحمد لله رب العالمين لعل كلمة هي أننا ندعو الله سبحانه وتعالى لأن الدعاء هو الذي من خلاله يكون سببا لترابط الناس فيما بينهم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين إن شاء الله بين الجزائريين وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا بلدا مطمئنا بلدا رائدا على سائر بلدان الأخرى إن شاء الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلد الحبيبة وأن يحفظ شعبها وأن يحفظ أمنها ونسأل الله تعالى أيضا أن يعيد علينا هذه المناسبات المباركة عيد الأطحاء وكل سنة وأنتم طيبين ودعيني أبلغ تحيتي إلى العائلة عائلة قصيمي إلى برج خريص ويلاية البغيرة وبالأخص وإلى عائلة باديس وعائلة بوعافيا وإلى كل من يعرفون ونعرفهم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله أعاده الله عليكم أعواما عديدة إن شاء الله قدرت الشيخ يوسف قاسيمي إمام مسجد عمر بن الخطاب رئيس حميدو بالعاصمة شكرا لتربيتك الدعوة بارة أخرى ولكل هذه المعلومات إذن مشاهدينا نوعا